بيّنت وزارة الصحة أن إدارة الصحة العامة قامت بإيقاف الطبيب الذي يعمل بإحدى عيادات الأسنان الخاصة بمنطقة السيف وتمت إحالته للنيابة العامة حيث كان الطبيب يخضع للحجر المنزلي بعد عودته من إحدى الدول المتفش فيها فيروس كورونا كوفيد 19 ولم يلتزم بالإرشادات والتعليمات اللازمة المتمثلة بضرورة البقاء في غرفة منفصلة لمدة 14 يوما وتجنب الاختلاط بالآخرين لتجنب نشرهم للفيروس لعائلاتهم وللمجتمع في حال إصابتهم به وأوضحت وزارة الصحة بأنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة حيث قامت بغلق عيادة الأسنان الواقعة في منطقة السيف احترازيا كما تم فحص جميع المخالطين للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الفيروس وأفادت الوزارة بأن الطبيب قام بمخالفة قانون الصحة العامة رقم 34 لعام 2018 واستنادا إلى القرار رقم 20 لسنة 2020 بتحديد الأمراض السارية والقرار رقم 13 بشأن الوقايا والعزل والعلاج تطبق القوانين على من يخالف الأنظمة واستنادا إلى القرار رقم 121 يتم تطبيق المادة بالحبس والعقوبة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار لكل من أخفى عن قصد شخصا مصابا بمرض سار أو عرض الآخرين للعدوى أو تسبب بنقل العدوى للغير أو منع تنفيذ إجراء لمنع انتشار المرض وأنوهت الوزارة بأنه تم كذلك إحالة موضوع الطبيب المخالف إلى الهيئة الوطنية لمزاولة المهن والخدمات الصحية نهره للجان التأديبية لمخالفته أخلاقيات مزاولة المهنة كما دعت وزارة الصحة جميع المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية التي وضعت لمنع انتقال وانتشار الفيروس ومنها العزل المنزلي للأشخاص القادمين من المناطق المتفش فيها الفيروس لمدة 14 يوما بحسب توصية الجهات الصحية مؤكدة على أنها ستقوم بمحاسبة من يخالف ما جاء في قانون الصحة العامة والإخلال بالأمن الصحي بالعقوبات التي ذكرت